فإذا كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة فما بالك كيف يتعامل مع الآخرين أأخذ مثالا آخر المثال الآخر ما هي نظرة الصحابة لعمر بن الخطاب وقطعا النظرة تكون عندهم نتيجة المعاشرة هم عاشروا عمر وعاشوا معه ويعرفونه عاشوا معه بعضهم قبل الإسلام وعاشوا معه بعد الإسلام في مكة وفي المدينة في زمان رسول الله وبعد رسول الله فهم يعرفونه ويعرفون طبيعته هذا هو كنز العمال للمتق الهندي تحقيق محمود عمر الدمياطي دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 2004 ميلادي 1424 هجري كنز العمال للمتقي الهندي وهذا هو الجزء الخامس والسادس ما أريد أن أنقله من الجزء الخامس في صفحة 269 الحديث 14171 حديث طويل موطن الشاهد وسمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد الرحمن يعني عبد الرحمن ابن عوف بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به في أيامه الأخيرة من حياته في خلافته فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم بعد أن نصب وأوصى أبو بكر إلى عمر بالخلافة في أيام مرضه فماذا قالوا له فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم من الصحابة ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته فقال أبو بكر إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا يقولون له ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته وأنت تعرف غلظته تعرف طبيعته فماذا تقول لربك في ذلك هذا كلام الصحابة كبار الصحابة وهم يتحدثون مع أبي بكر في آخر لحظات حياته هذا صفحة 269 النص المرقم 14171 في صفحة 270 النص المرقم 14174 عن زيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا عمر فضا غليظا فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ يعني إذا صارت بيده الحكومة سيكون أفض وأغلظ وهذه قضية طبيعية لأن القوة تكون بيده فقال الناس تستخلف علينا عمر فضا غليظا فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر فقال أبو بكر إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا وهو رأي الصحابة وهم كبار الصحابة الذين يدخلون على أبي بكر في آخر لحظة من حياته ويتداولون معه أمر الخلافة قطعا ليس من عامة الناس هؤلاء هم كبار الصحابة أصحابه أصحاب عمر وأصحاب أبي بكر فهذا هو رأيهم والقضية ممتع بأكثر من شاهد وبأكثر من حالة ومصادر هذه القضية كثيرة أن الصحابة اعترضوا على أبي بكر في تنصيب عمر لغضته ولفضاضته النص واضح تستخلف علينا عمر فضا غليظا فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ باحتبار تكون الحكومة بيده والفضو الغليظ لا يمكن أن يكون حسن الأخلاق بعد ذلك إذا ما صارت السلطة بيده طبيعة الفضو الغليظ إذا وجد مجالا لفضاضته وغلظته فإنها ستزداد وهذه طبيعة بشرية ولا أعتقد أن اثنين يختلفان على هذه القضية يعني الإنسان الفض والغليظ والجافي والقاسي حينما تكون بيده السلطة المطلقة هل يتوقع أن يكون دمث الأخلاق حسن الأخلاق بعد ذلك أبدا المنطق يرفض ذلك والواقع العملي التجربة أيضا ترفض ذلك الآن نحن أخذنا شاهدين من تعامل عمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله كيف جذبه من قميصه كما في صحيح البخاري وقلت في مصادر أخرى من شدة الجذب ترك أثرا على بدن رسول الله عند رقبته وكيف أساء الأدب مع رسول الله وهو يضرب عذق البسر البسر في وجه رسول الله ويتناثر الرطب في وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما قلت مثل هذا كثير وهذا هو رأي الصحابة القضية أبعد من ذلك وأكبر من ذلك ترجمة نانسي قنقر